أدعو المصريين لكي يكفوا أمام هذه المقاتل والمجازر الهائلة في إخوانهم المصريين هذا ليس قتلاً للإخوان المسلمين وحدهم إن الذين اجتمعوا الآن في ميدان ربعة وفي ميدان النهضة وفي ميدان عدة في سائر محافظات مصر وفي القاهرة والإسكندرية وفي صحراء سيناء والصحراء الغربية وفي القرى والمدن والأرياف من كل الفئات هؤلاء قتلوا المصريين جميعاً وأنا أدعو كل المصريين كل مصري يؤمن بالله واليوم الآخر مسلماً كان أو مسيحياً وأدعو كل مصري رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبالقرآن من هاجاً وبمحمد نبياً ورسولاً أدعو كل علماء الأزهر وهم بمئات الألوف أدعو إخواني هؤلاء الذين قتل منهم حوالي خمسين شخصاً من علماء الأزهر وعلماء الأوقاف أدعو علماء الأزهر وأدعو رجال النقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين والصحفيين والمعلمين والعلميين والزراعيين وكل الطواف وأدعو العمال والفلاحين أدعو كل المصريين أدعو كل العائلات المصرية أن تخرج من بيوتها حرام عليهم أن يبقوا في البيوت هذا اليوم لابد أن يخرجوا خصوصاً بعد العصر يخرجوا إلى الشوارع ينضمون إلى إخوانهم كلهم عليهم هذا كل واحد عليه أن يخرج مع زوجته وأولاده وبناته وأحفاده ومن كان لا يقدر من الآباء الكبار والأمهات العجائز فليأمر أولاده وأحفاده ليخرجوا على الجميع أن يخرجوا لن يموت أحد منهم قبل أجله الأعمار أيام معدودة وأنفاس محدودة لا يستطيع أحد أن يقدم أجل أحد لا يوماً ولا ساعة ولا دقيقة ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها أدعوهم جميعاً أن يخرجوا ليكثروا إخوانهم هم يؤيدونهم رأيتهم يؤيدون من يمشون في الطرقات لا يكفي هذا إنزلوا في الشوارع أروا هؤلاء العسكريين أنكم مع إخوانكم لا يجوز لأحد أن يتردد بعد اليوم فرض عين على كل مصري قادر يؤمن بالله وبرسالاته أن يخرج من بيته